الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هاناالبان رسول الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في الحياة الدنيا اشتركوا في القناة 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 قلوبتهم هم أولئك الذين تنبعثوا من وجوههم انوار بالطاع هم أولئك الذين قال الله عنهم كما في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد da ventu هم أولئك الذين يثبت الناس برؤياهم وكلامهم اللهم اشتركوا في القناة من العبادك المتتقين احكرة واحباب الحبيم المصطفى صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى أحوال وأقوال السلف الصالح اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين عن سلام ابن مطيع قال جئ للحسن بكوز من ماء بكأس من الماء ليفطر عليه وكان صائما فلما أدناه إلى فيه بكى فقيل ما أبكاك يا حسن قال ذكرت أمنية أهل النار في قوله جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفرذوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ثم ذكرت الجواب قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدوا إخوة الإيمان وأحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رسول أمتكم محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأوابين وسيد العابدين المتبتلين وسيد المجاهدين والعابدين والصابرين والصائمين كان أعلى الناس توكلا وأوفر الناس نصيبا من الرضا والحمد والدعاء والشكر والتبتل وكان أعلى الناس يقينا كان أشجع الناس وأرحم الناس وأشد الناس حياء كان أحسن الناس خلقا ومرؤة وتواضعا وأكثر الناس براقبة لربه وأعلى الناس خشوعا وأشد الناس عبادة وكان أطول الناس صلاة عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل استمعوا إلى هذا الحديث يقول حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في ليله فكان يقول في صلاته الله أكبر ثلاثا الله أكبر ذو الملاكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة كاملة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ركوعه نحوا أن يعادل تقريبا قيامه ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه ثم رفع رأسه من السجود فكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده في أربع ركعات قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة أو الأنعام شك الراوي في ذلك أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذه الطاعات؟ نحن هذا قيام ليل نحن حتى في الفراغ نصلي ونخرج نشرع للذهاب إلى المقهى أو للصهر أمام التلفاز هذه في الفراغ لم ندرك قيام الليل ولم ندرك النوافل تقول عائشة رضي الله عنها وأرضها قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية ورددها حتى الفجر وهو يبكي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ردد وكرر هذه الآية ثم انظر إلى أثر ذلك في قلبك انظر إلى أثر هذه الآية في قلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ليلة وهو يخاطب عائشة قال لها دعيني أتعبد لربي أي أتركيني لبعض الوقت أتعبد مع ربي تقول فقام يصلي وجعل يبكي حتى بل لحياته صلى الله عليه وسلم ولا يزال يبكي حتى بل الثرى تحته حتى بل الأرض تحته فجاءه بلال ليعلمه بدخول وقت الصلاة فوجده يبكي صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم فقال له تبكي بأبي أنت وأمي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلوات ربي وسلامه عليه كيف لا أبكي يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آيات وين لمن قرأها ولم يتدبرها ثم تلا قوله جل فعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعات آيات تصور العابدين في ليلهم ونهارهم وفي جميع أحوالهم تصور خوفهم ورجاءهم وتذكرهم ودعاءهم اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين إخوة الإيمان وأحباب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد العابدين صلوات رب وسلامه عليه حريصا على الصلاة حريصا على صلاة الجماعة حتى في أشد الأحوال وأصعبها فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال غسونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهين فقاتلوا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة واحدة لقفت عنهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التدبير بتدبير المشركين فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قالوا أي المشركون إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم فلما حضرت صلاة العصر قال صلى الله عليه وسلم قمنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجدنا معه الصف الأول فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجدنا معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا هذا في صلاة الخوف الله أكبر المقام مقام حر المقام مقام خوف وقتال شديد ومع هذا ما تأخر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما تكاسل وما تهاون في صلاة الجماعة لماذا؟ ليربي العباد على المحافظة على الصلوات في كل الظروف والأحوال روى البخاري عن عبيد بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلت فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصلاة وهو مريض في حجرته أصلى الناس يا عائشة؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي الماء اجلبوا لي الماء قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء يعني ليقوم فسقط فأغمي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي الماء قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب ليقوم فسقط فأغمي عليه ثم قام أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي الماء فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه من جديد صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبا بكر بأن يصلي بالناس الله أكبر كم كان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على صلاة الجماعة يشتد مرضه فيغتسل ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل ثم ثانية وثالثة كل ذلك لعله يكتسب خفدا ونشاطا يمكنه بفضل الله تعالى من حضور صلاة الجماعة فكيف كانت الخفة وكيف كان خروجه للناس استمع حبيبي في الله إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادي بين الرجلين يتكئ على رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطاني من الوجع صلوات الله وسلامه عليه سبحان الله لم يتمكن لم يكن يتمكن من المشي إلا اعتمادا على الرجلين ولم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض لشدة ضعفه ومع هذا خرج لصلاة الجماعة في المسجد ليبين للناس أن العابدين لا يتخلفون عن الصلوات في المساجد خرج ليبين أن العابدين لا يكونون إلا في المساجد والمحاريب اللهم اجعل من عبادك الطائعين اللهم اجعل من عبادك الطائعين الراكعين الساجدين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قل وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد إخوة الإيمان وأحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أقول إن أي استقامة لا تنطلق من المسجد والمحراب لا خير فيها إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجات هي من أهم صفات العابدين اللهم اشعلنا من عبادك العابدين الطائعين الساجدين الراكعين يا أكرم الأكرمين ولئن ظلنا أهل الدنيا أن جنتهم في الدينار والنساء والقصر المنيع فإن جنت العابدين في محاربهم في صلواتهم لربهم أما سمعت قول الله ليحيا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الصلوات عباد الله الصلوات في المحارب تربية لهم وتجان على رؤوسهم أغلى من التيجان على رؤوس المنوك أعيد وأكرر لن تنتصر الأمة إلا بالعباد والزهات اللهم اشعلنا من عبادك العابدين الذين جعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لهم من أهم صفات العابدين إخوة الإيمان أنهم أهل صلاة وقيام وأهل محافظة على الفرائض وتقرب إلى الله بالنوافل روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته إلي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أولي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر